تابع وزير الإسكان شريف أشربيني موقف مشروعات تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق الجري تنفيذها بعدد من المناطق الصناعية بمدن العاشر من رمضان، أسويس الجديدة، العبور، وسادات وشدد وزير الإسكان على ضرورة التواجد الميداني لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات على الطبيعة وتزليل أي عقبات وتقييم الشركات المنافذة ومحاسبة الشركات المتقاعسة ترجمة نانسي قنقر